ومجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقيام جميع الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الأطني وأن يقوم كل وزير بتنفيذ توصيات الخاصة بوزارته سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية التي تم توافق بشأنها وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بمجلس الوزراء أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف الملفات مع الوزراء المعنية بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن كما كلف مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني استكمالا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى موجها بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة بما يسهم في تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطني ترجمة نانسي قنقر